طبعا نحن نتكلم عن طواضع المسيح في هذه الحالة لكن بلاحظ كتير في إصطلاحات في الأنجيل المقدسة اللي بتتكلم عن المسيح ابن الإنسان كتعبير أو كوصف للهوت ومثل ما ذكرت سريع أنت لكن بدون الشرح أنه ابن الإنسان رب السبت هذه كلمة كبيرة مثلا ولسيما أن السبت يعني واحد من الوصايا المقدسة جدا في العهد القديم شاركنا في الموضوع عندما أتى المسيح إلى هذا العالم أتى في ثوب الإتضاع واتخذ لنفسه جسدا الكلمة صار جسدا وحل بيننا لكن نعلم كلنا أن المسيح وهو إنسان هو الله الظار في الجسد برهن بمعجزاته عن كونه الله الظار في الجسد وعبر بأدبياته وتعاليمه عن كونه الإنسان الكامل لكن لم يغفل مطلقا أن يمزج الاثنين معا عندما يعطي تعبير أن وأنا ابن الإنسان أنا بذاتي الله الظار في الجسد من ضمنها طبعا في أدلة كثيرة في الأناجي الأربعة لكنها مر على أربع أدلة مثلا إذا رحنا لمتى تسعة في حادثة شفاء المفلوك المقعد الرب عبر عن تعريفه لنفسه بهذا القول أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا فمتى تسعة ستة يقول مثلا ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا من الذي يغفر الخطايا؟ الله هنا أشار إلى ابن الإنسان يغفر الخطايا لكي يوضح أنه ليس هناك فرق بين الله وابن الإنسان فابن الإنسان هو الله الظار في الجسد لأنه غفران الخطايا كما الخلق كما الإقامة من الأموات من أعمال الله السيادية التي لا يصلح أن يوكلها إلى آخر لأن الخطيئة ارتكبت ضد الله ومن له الحق أن يقول أغفر لك هو الله من ارتكبت الخطيئة في حقيه فالمسيح برهن أنه هو الله لكن بهذا اللقب ابن الإنسان المتحد باللهود